بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض ترجمة الفصل الرابع من كتاب الكاتب الكبير Hansberger Automating with Sematic 7300 Inside TIA Portal النهاردة إن شاء الله بنبدأ مع Elementary Data Types أو أنواع البيانات الأساسية الكاتب بيعمل أول overview أو نظرة عامة على الموضوع اللي هو خاص بأنواع البيانات الأساسية أنواع البيانات الأساسية بتحدد خصائص بطاقات البيانات وبشكل أساسي بتحدد تمثيل المحتويات والمدى المسموح للاستخدام Step 7 بتقدم مجموعة من أنواع البيانات اللي متحددها مسبقا أو المعرفة مسبقا داخل البرنامج أنواع البيانات متاحة بشكل عام وممكن استخدامها في أي بلوك دي حاجات عامة موجودة عندنا ويجب أن نميز ما بين مجموعة من أنواع البيانات كالآتي في عندنا أنواع بيانات أولية ودي أيضا محددة مصبخا زي ما قلنا قبل كده وممكن أن حجمها يوصل إلى 32 بيت أو double word كحد أخصى إذن أنواع البيانات الأساسية الحد الأخصى للتمثيل بتاعها 32 بيت وفي أنواع بيانات مركبة اللي هي الـ complex data types ودي بتتضمن تركيبة من أنواع البيانات الأساسية ودينا كمان الـ parameter types أو الخصائص اللي هي أو المعاملات اللي احنا منمررها للبلوكات ودي عبارة عن أنواع بيانات للبلوكات بندخل بها البيانات أو بنمرر بها البيانات للبلوكات من النوع الـ fc والfb على حد سوا وكمان في عندنا حاجة اسمها أنواع بيانات للمتحكم اللي هي PLC data types ودي المستخدم ممكن أن هو يستعملها أو يعمل لها compile ترجمة يعني من الأنواع البيانات اللي موجودة عندنا الأساسية أو الأنواع البيانات بشكل عام اللي موجودة عندنا كما في عندنا حاجات خاصة بالsystem system data type أنواع بيانات خاصة بالنظام نفسه ودي لها تركيبة سابتة تركيبة سابتة ومعرفة داخل step 7 كمان عندنا فيه أنواع بيانات خاصة بالمكونات أو بالهاردوير data types ودي بتعرف عملية المكونات اللي موجودة عندنا هي دي أنواع المعلومات أو البيانات اللي إحنا ممكن نستعملها داخل البرنامج اللي عندنا كاتب بعد كده بيبدأ يتكلم على أنواع البيانات الأساسية بشكل عام وبيقول أن هي بتتكون مبدئيا أو فيه تأسيم لها فيه تأسيم تأسيم حجم فيه عندنا ممكن يبقى ليها حجم 1 bit خانة واحدة أو 8 bit أو 16 bit أو 32 bit والكلام ده موجود معنا في الجدول اللي حنبص عليه دلوقتي اللي هو جدول 4 9 كمان فيه عندنا أنواع بيانات اللي هي الأرقام العشرية ممثلة بالكود السنائي أو البياني كود الديسيمال سواء كانت 16 bit أو 32 bit ليست أنواع بيانات أساسية بحد ذاتها يعني هو بيقول حتى على الكلوزر سينس يعني بالنظرة القريبة هي مش أنواع بيانات بتاخد نوع بيانات محدد أو معرف لكن هي عبارة عن رقم صحيح وما ينفعش أن نقول النتاج معين أو بطاقة بيانات معينة نخصص لها نوع البيانات على إذنه binary coded decimal كمان إنه أي بيانات مرتبطة هي فقط مرتبطة بعمليات التحويل يعني عمليات البياني كود الديسيمال أو البي سي دي 16 و 32 مرتبطة بعمليات التحويل ممكن أنك تستعمل أي نوع من أنواع البيانات مع أي تاج من أي نوع من أنواع المناطق بتاعة المعاملات اللي نحن بنتعامل عليها سواء كانت inputs أو outputs أو global memory أو local memory أو data block كل الحاجات تقدر أن تستعملها كل أنواع البيانات معها حسب أنواع الزواكر اللي موجودة عندك الجدول اللي موجود معنا بعد كده اللي هو جدول أربعة تسعة الكاتب بيستعرض فيه التأسيمة العامة للبيانات اللي إحنا هنعد عليها تفصلياً بعد كده الجدول اللي قدام مننا فيه كلام بيتكلم على تأسيم البيانات حسب الحجم في الجزء الأولاني اللي هو البيت سيريال data types دي مجموعة من أنواع البيانات حسب تأسيمة الحجم نفسه وفيه بيانات مرتبطة بالقيمة الرقمية إذا كانت سواء كانت fixed point يعني أرقام صحيحة أو كانت floating point أرقام بالعلامة العشرية اللي هي floating point numbers في عندنا انتجر و double انتجر و real وكمان في عندنا حاجات مرتبطة بفترات زمنية سواء كانت time وقت بشكل عام أو S5 time مازال محتفظ به الكود اللي هو اسمه S5 من أيام S5 مروراً بالS7 و الdate أيضاً بيعتبر حاجة مرتبطة بالزمن وكمان عندنا time of day الساعة كام بمطالب بساطة كلمة time of day يعني الساعة كام وكمان عندنا حاجات مرتبطة بالبيناري كود الدسمان وهو هنا بيقول أنه الاثنين اللي هم بي سي دي 16 و 32 دول مهماش نوع في الأساس ولكن هم لعمليات التحويل وعندنا كمان الكاراكتر اللي هو بيستعمل لتمييز رمز من الرموز الالفابيتك اللي موجود عندنا أو الاسكي كود اللي موجود عندنا سواء كان حرف أو رقم أو علامة من العمليات الخاصة اللي موجود عندنا كاتب بعد كده بيسيب الجدول ويبدأ يكلمنا عن حاجة يعني ربما يكون مش وقتها أو مكانها لكن هو الكاتب حطها في الكتاب في المكان دون اللي هو موضوع هو بيسميه overlaying tags أو تراكب أو تداخل بطاقات البيانات الموضوع منطقة البساطة إن انت ممكن تستعمل منطقة من مناطق تمثيل البيانات داخل بروك ومن المنطقة دي نفسها تبني جواها متغير آخر أو بطاقة بيانات أخرى هي مش جزء منها لا هي بتحتل نفس المكان من الزاكرة إدارة الموضوع مش هتعنينا بشيء نقرأ مع بعض الكلام اللي الكاتب قايله أو نشوفه وبيقول إيه وبيقول إنه تداخل البيانات إنه في الاسي سي ال تحديدا إنه موضوع تداخل البيانات ممكن إنه يتم عندنا لأنواع بيانات إضافية في معاملات البروك تحديدا والبيانات المحلية الموجودة داخل البروك بتاعه سواء كان فانكشن أو فانكشن بروك تقدر أن انت في منطقة المعاملات الخاصة بالبلوك والمنطقة الخاصة بالتمبراري ميموري إنك انت تعمل تداخل أو أوفر ليينج أو تراكب البيانات فوق بعضها عندها يمكن عنوانة محتويات بطاقة البيانات بشكل كامل أو جزئي باستخدام أنواع بيانات عديدة مثال عشان الكلام يقوضح الكاتب بيدينا مثال هننفذ المثال اللي هو بيقوله مع بعض إحنا نقدر نعمل بلوك وحنعمله بالاسي سي ال اللي هننفذ مع بعض الكلام اللي هو بيقوله ونعمله وإحنا بنتكلم هنعمل البلوك الجديد دلوقتي وحنختار اللغة البرمجة بتاعتنا تكون اسي سي ال وهنعمل اوكي هنفتح البلوك بتاعنا وحنبدأ ان احنا نعمل جواء الكلام اللي الكاتب اي لو بيقول انك انت اعمل متغير اسمه ستيشن يعني هو بيقولك you can أو you declare an input parameter with station as a name and string as a data tie يبقى احنا هنحط داخل البلوك بتاعنا اللي هو ال fc3 اللي احنا عملناه هنعمل متغير المتغير دولا هيبقى اسمه station والنوع البيانات بتاعه هيبقى string مصفوفة ادى البلوك فتح وهنيجي في الجزء الخاص بالdeclaration اللي موجود عندنا اللي فوق هنعمله في الجزء الخاص بالimble يبقى الاسم بتاعنا هنعمله station وهنيجي فيه الاسم ال data type بتاعه وهنعمل النوع بتاعنا string string يعني انا عارف ان احنا لسه مكلمناش على انواع البيانات ولكن string معناه انه مصفوفة من البيانات اللي موجودة عندنا وبعدين كده نوع البيانات او المتغير بتاعنا دولا مفروض ان احنا هندخله للبلوك ده لما هنجي نستدعيه في اي مكان هندخله مصفوفة لكن هو الكاتب عايز يعمل بقى فوق العنصر ده ان انت تعمل عنصر تاني موجود عندنا وليكن مثلا هنسميه لنس زي ما هو بيقول في الكتاب اللنس ده هنعمل ايه؟ هنجي في الطايب اللي موجود عندنا وهنكتب at معنى ان انا لما بقوله at انه اللنس ده اصبح حاصل فيه تداخل فيه المساحة بتاعت التخزين بتاعته مع العنصر الاساسي انه هو الستيشن اللي موجود فوق فبعد ما هعمل enter على طول الاد دي هتتكتب جنب لنس يعني انا هدوس enter هتتكتب جنب لنس ويجاء بعدين ايه؟ at lens العنصر ده هيبقى حاصل له تركيب فوق لنس العنصر ده هيبقى النوع بتاعه ايه؟ هنا انا ممكن اعمله structure زي ما الكاتب بيقول فهيبقى structure اذا ده العنصر اللي احنا عملناه اللي هو اللنس اللي structure ده هو هيعمل منه حاجة اسمها maximum عنصر maximum وده هيبقى بايت بحيث انه maximum اللي هو بيتكلم على انه هيستعمله داخل ال block اللي هو عدد الكاراكترز الرموز اللي موجودة داخل هيا الحجم بتاعها maximum 256 فهيا الكباس بتاعه يشيله بايت وعندنا كمان هنقول انه بيتكلم على ال actual اللي موجود فيه المصفوفة نفسها اللي مستعمل منها قد ايه؟ والمستعمل ده كمان هيعمله بايت هو ده اللي يقصده يبقى اصبح المتغير اللي اسمه لنس متركب فوق ال station لما هليجي نستدعي ال block دوا داخل block اخر اللي هيحصل ان احنا هنمرر بيانات من برا لل station اللي هو ده هيبقى عبارة عن string هيبقى عبارة عن سلسلة من الرموز انما اللي برا مالوش علاقة بال maximum وال actual الماكسيمم وال actual دي اصبحت حاجات local داخل البلوك بتاعنا اللي احنا بنشتعل فيه هنا لما هنجي نتكلم هنا في البرمجة او هنشتعل هنا في المنطقة دي هيبقى الماكسيمم وال actual دي حاجات local هنا لا هيتم رؤيتها خارج البلوك ولا هيتم التعامل معها داخل البلوك الكلام ده موجود فقط مع ال scl عملية ال overlane اللي احنا بنتكلم عليها هنا احنا كده نفذنا الكلام اللي الكاتب قال عليه ان احنا عملنا الكلام دو مبدئيا بيتم تعريف بطاقة البيانات زي ما عملنا اللي هي ال station السطر اللي بعده منه بنعمل البطاقة التانية اللي هي هيحصل لها overlane فوق البطاقة الاولانية وبعدين بنيجي في type بنكتب add بمجرد ما هنضغط enter هتتنقل add هنا جنب البطاقة اللي احنا عملناها الجديدة وجنب منها add البطاقة الاساسية اللي فوق بعدها وبعدين بتعمل بعد كده النوع اللي انت هتعمله المتغير بتاعك سواء كان structure او عنصر اساسي او لكن انا عملت structure على اساس انه زي ما هو قيل في الكتاب انه ممكن يبقى complex حتى ممكن يبقى بيانات complex تتركب فوق بيانات اللي موجودة عندنا والكاتب بعد كده بيدينا شوية ملحوظات حوالين العملية دي وافرض لها جزء كبير جدا في الكتاب الكاتب بيقول يمكن التداخل مع بطاقة البيانات لتعريفات انواع بيانات عديدة يعني انا ممكن اعمل اكتر من overlay بيتم التمييز بينها باسماء مختلفة طبعا ان انا بعمل لكل واحد من البطاقة الموجودة عندنا ببطاقة مختلفة او باسم مختلفة يعني ممكن اعمل لنس ممكن اعمل متغير تاني يعني ممكن اعمل مثلا اقول name مثلا ال name دون برضو هاجي هنا وهقول له ايه اات لما هقول له اات هيجيب لي على النوع اللي هو الستيشن طب النوع بتاعه لان هعمل مثلا النوع بتاعه مثلا انتجر مثلا هنا اصبح نوع تاني وايضا بيحصل overlay على الستيشن هنا الضبط الافتراضي بقيم يعني انا لو جيت اعمل هنا default value مش مسموح اننا نعمل default value يبقى الضبط الافتراضي بقيم ثابتة مبدئية غير مسموح به او غير ممكن في الحالة اللي موجود عندنا متطلبات الذاكرة لعملية التركيب او التراكب اللي موجود عندنا او التداخل تعريف انواع البيانات لا يجب ان تزيد عن حجم البيانات الاصلي يعني الحاجات اللي انا هستعملها دي افترض انه الستيشن اللي موجود عندي متين ستة وخمسين كاراكتر كل اتنين كاراكتر معروف انه هما بيكونوا وان باير يبقى كل اربعة كاراكتر بيكونوا وورد اذا الكلام ده هيبقى مثلا ستتاشر وورد لو انا هعمل حاجة فوق حاجة overlay عليها يبقى ما ينفعش انه حجم التابع دوا او التالي يتجاوز حجم العنصر الاساسي اللي هو زي المثال بتاع الستيشن اللي موجود عندي يبقى يجب انه يكون داخل نطاق البطاقة الاصلية اللي انا ببني عليها ممكن ان انا اعمل هذا الكلام في البرامتر زي كلها او ممكن انه انا اعمله كمان في الجزء التمبراري اللي هو خاص بيه اللوكل منطقة اللوكل تمبراري داتا اريا اللي موجود عندنا اللي هي التم اللي موجود عندنا ممكن نعمل نفس الكلام المثال اللي احنا عملناه دوا زي ما قولنا قبل كده انه البيانات اللي هي الماكس والاكشول والنيم حتى على الرغم من انها موجودة وتم تعرفها لكن ما بيتمش رؤيتها في البلوك القائم بالاستدعاء اللي هو الكولنج بلوك يعني انا عندي الف سي ثلاثة اللي احنا عملنا دوا هنستدعيه داخل بلوك اخر البلوك الاخر بيمرر هنا احنا عملناها ينبط هيديني السترينج على الستيشن لكن البرامترز الداخلية دي او المعاملات الداخلية او البطاقات البيانات التاجز الداخلية لا يتم رؤية خلج البلوك دي لوكل داخل البلوك اللي موجود عندنا الكاتب بعد كده بيقول انه احنا عندنا في جدول موجود الامكانيات بيقول انه عمليات التراكب اللي بتتم عندنا بتتم في شكل معين او ممكن تتم بإطار معين داخل البلوكات بتاعتنا يعني بيقول مثلا انه عندنا في النوع الفانكشنز لو انت بتعمل بلوك فانكشن ممكن ان انت تعمل تراكب على الامبوت في المنطقة بتاعت الامبوت والمنطقة بتاعت الامبوت والمنطقة بتاعة الامبوت والمنطقة بتاعت الامبوت والمنطقة الخاصة به التمبرج وممكن ان انت تعمل هذا الكلام وهنا طبعا بيددينا انواع البيانات فالE indication للألمنترى olsata type ممكن ان انت تعمل في الـ Input سواء كان Elementary أو Complex ممكن في الـ Output ممكن في الـ In-Out ممكن في الـ Tim عندنا كمان في الـ Function Block ممكن تعمل هذا الكلام في الـ Static الحاجات اللي مش مذكورة إذن مش هينفع ان هي تتعمل يعني في عندنا حاجات في مثلا نقول الـ Pointer مش هينفع ان هو يعمله ولا اللي اسمه Any في الـ In والـ Out والـ In-Out ولكن ينفع ان يعمل الـ Type Any في الـ Temporary فقط ولذلك ستجد في استعمال مثلا في الـ Temp ستجد في الـ Elementary و الـ Complex و الـ Any ولكن في الـ In والـ Out والـ In-Out ينفع ان يعمل الـ Elementary و ينفع ان يعمل Complex لكن مش هيقدر يعمل بوينتر غير في حالة واحدة بس في الـ FB ولو كانت Complex Data Type عشان يعمل بوينتر لبداية المنطقة اللي موجودة معاه ده بالنسبة ليه الجدول اللي موجود معانا الكاتب بعد كده بيبدأ ينتقل الى أنواع البيانات الأساسية اللي موجودة عندنا طبعا من ضمن الكلام اللي بيقوله الكاتب انه فيه أنواع من الأنواع الخاصة بيه البيانات ما ينفعش خالص ان احنا نعمل له عملية تراكب او تداخل Overlay اللي هي الـ Timer والـ Counter ونوع البيانات اللي هو الـ Block سواء كان Data B أو FB أو Fc وكمان لو أي برامطر من النوع Fc كل دول مش هنقدر ان احنا نعمل لهم Overlay في الـ Data اللي دخل عندنا يعني دول ما ينفعش ان احنا نعمل لهم عنصر فرعي من العناصر اللي بيتم تركبها على العناصر الأساسية اللي موجودة عندنا الكاتب بعد كدة ي авibility ينتقل بنا إلى منطقة أخرى من مناطق أنواع البيانات وبي بادئ يتكلم على أنواع البيانات الأساسية بشكل عام الأول سيكشن اللي هو اربعة، اربعة اكين بيتكلم على انواع البيانات الأساسية حسب الحجم حسب الحجم اربعة أنواع عندنا خانة واحدة النوع boolean عندنا ثمان خانات النوع Viade عندنا 16 خانة النوع Word عندنا 32 خانة النوع Double Word هو بيقول أول حاجة أنه بطاقة البيانات اللي من النوع Boolean بتمثل قيمة خانة واحدة One Bit ودي مثلا على سبيل المثال Input 1 0 البتاج بتاعنا أو بطاقة البيانات ممكن أن القيمة بتاعتها تبقى يصف أو واحد أو False أو True بعد كده بينتقل إلى بطاقة البيانات من النوع Byte كحجم وده بيبقى بطاقة البيانات مع حجم Byte بتحتل 8 خانات 8 Bit ودي التمييز في الحالة دي بيبقى مش مهم ان احنا نميز البيت لان احنا بنتعامل مع حجم البيانات على بعضها كمجموعة واحدة هنا التمثيل السوابت هنا بيبقى بياخد الشكل بتاعنا مثلا بي وهاش و16 وهاش ومن أول 0 0 لغاية FF وده المكسمم اللي موجود عندنا اللي هي حجم البيت بياخد من أول 0 لغاية 256 اللي هي لو هنتكلم عليها بالإكسديزمال بيبقى بيت وبعدين FF يعني لو انا جيت فتحت بلوك من البلوكات اللي موجود عندنا عشان خاطر ان احنا نعمل استدعاء للسوابت اللي موجود عندنا أنا هعمل فقط بلوك وهعملوا بي الستيكمنت لست عشان نكتب الثوابت اللي موجودة معنا اللي هي الكاتب بيتكلم عليها هنا سواء كان على مستوى البوليان او على مستوى البيت او على مستوى الورد الورد هنا الكلمة بتبقى نوع البيانات وورد بيتكون من 16 بيت وايضا هنا التمييز الخنات التمييز الخاص به الخنات او البيتس ليس من الاهمية في شيء هنا الكود بتاعنا لو انت هتتكلم تمسيط بالهيكس ديسيمال بيبقى W هاش 16 من 4 تصفار لغاية 4F ده بالهيكس ديسيمال ممكن يبقى بالبايناري 2 وهاش وبعدين من نقول 16 صفر لغاية 16 واحد وممكن ان احنا نعملها في شكل بايت يبقى بيهاش البيت الاولانية وبعدين البيت التالية من اول 0 زيرو 0 و 0 لغاية 256 و 256 لو احنا جينا على سبيل المثال نعمل عملية كتابة للثوابت اللي مرت علينا احنا ممكن مثلا نعمل load مثلا ونكتب قيمة بي الهيكس ديسيمال كبايت فهنعمل بي وهاش وبعدين هنكتب بعد البي والهاش هنكتب 16 لانه انا حكتب الكود بتاعي في شكل اهو هعمل load وبعدين بي وهاش 16 وبعدين هعمل هاش ونكتب بعد كده الكود بتاعنا الكود بتاعنا ممكن يبدأ من اول صفر 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 لغاية FF ممكن اعمل مثلا 4E مثلا انه انا داخل وممكن اعمل load للبيت في شكل انه انا اكتبها بي ايضا البوليان او النظام السنائي مثلا 1 0 1 0 وبعدين مثلا نكتب لغاية 4F وممكن ان احنا نعمل load لتنين بالسنائي يعني ونعمل 4 ارقام يبقى مثلا ادى مثلا 4 0 وبعدين مثلا 4 1 وبعدين 1 0 1 هنا انا عملت كده 16 بيت وممكن اعملهم load كبايت وبعدين اعمل بين قصين زي ما الكاتب عامل عندنا نكتب الارقام يعني هنا الارقام عندنا بتبقى بين القصين ما بين 0 و255 مثلا ذات الدقة المضعفة بتحتل 32 bit ايضا تمييز bits غير مهم بالنسبة لي لانه هنا انا بتعامل مع حجم البيانات الموجود عندي بشكل كامل اللي هو 32 bit ممكن اكتب اكتب ايضا في نفس الاشكال ممكن اكتب ها في شكل hexadecimal ممكن اكتب ها في شكل binary ممكن اكتب ها في شكل bytes فانا لو عملت مثلا في شكل hexadecimal فهعمل load اه هعمل هنا double word indication لانه انا هستعمل 32 bit بالhexadecimal زي ما بنقول هو هنا هيخزنها في 32 bit كاملين على سبيل المثال F1 0 1 2 3 4 B مثلا هنا انا حملت رقم 32 bit B hexadecimal لانه كل واحد من اللي قدام اللي موجود عندي دول بياخد 4 كل رمز بالرموز اللي عندي ف4 في 8 رموز اللي انا عملتهم وممكن نحمل القيمة بتاعتنا في شكل ثنائي هنا بنكتب الارقام اللي انا بكتبها بتتحط من اليمين يعني لو فاضل فيه اصفار موجودة الاصفار هتبقى على الشمال تبقى كلها على الشمال وممكن اعمله في شكل bytes ايضا هنا البيت هيبقى عندي فيها 4 رموز يعني ممكن مثلا 10 و 150 مثلا 250 هنا انا عملت كل byte من اللي موجود عندي موجود فيها ايه يبقى البيت الاولانية فيها 10 البيت التانية فيها 100 البيت التالت فيها 50 البيت الرابعة فيها 255 ده اللي هو النوع الرابع اللي الكاتب يتكلم عليه اللي هو فيه انواع البيانات حسب الحجم يبقى انا هنا لو بتعامل بها بيانات حسب الحجم باخد واحد من الاربع انواع اللي موجودين عندي اللي هو 8 bit 8 bit bit word 32 bit word الكاتب بعد كده بينتقل بنا الى binary code decimal النظام السوداسي او السوداسي 10 التمثيل binary عفوا النظام العشري النظام العشري او الارقام العشرية ولكن متكودة بالنظام binary الصفار الصفر يمثل 4 الصفار الواحد لغاية 9 هي دي الارقام ولكن يتحط مع كل 4 bits ما يمثل الرقم اللي موجود عندنا و الكاتب يقول انه binary decimals numbers اي ملهاش نوع data type خاص بيها احنا ملناش نوع في انواع البيانات الموجودة عندنا اسمه binary decimals لكن هي بتستعمل في عمليات التحويل وانت لو هتحدد لها نوع او هتتعامل معاها فال16 bit بتبقى word وال32 bit بتبقى double word والقيمة بتاعتنا بتبقى من 0 ل 9 لكل decade او لكل decade او لكل خانة عندنا من خانات الارقام بتاعتنا زي ما احنا شايفين لو هنتكلم على word هيبقى عندنا الرقم بتاعنا مكون من 4x مثلا كل واحد من دول هيتروح من 0 لغاية 9 نفس الكلام بالنسبة لل32 bit عندنا 8 خانات كل خانة منه ملقيمة بتاعتها هتتروح من 0 لغاية 9 بابدأ بعد كده يتكلم على binary code decimal مستعملة كمثال انه بالاضافة الى عمليات التحويل اللي موجود عندنا احنا دايما بتبقى مصاحب المصاحب لموضوع التحويل يعني احنا ممكن نحول من binary code decimal الى integer او من integer الى binary coded decimal عندنا اشارة binary coded decimal بتتحط في الاحس الاخير على الشمال يعني الاشارة كلها اذا كانت الرقم من 12 ل15 بيتحط فيها كلها اصفار اذا كان الرقم سالب فالbitz من 12 ل15 بيتحط فيها كلها القيمة واحد سواء بالنسبة لي ال 16 bit وبالنسبة لل 32 bit فالbitz من 12 من 28 لغاية 31 بتحتل الاشارة بتاعتنا اذا كان الرقم موجب فالbitz دي بيبقى فيها صفر اذا كان الرقم سالب فالbitz كلها بيبقى فيها واحد ده بالنسبة للتمثيل الخاص بالارقام بتاعتنا وبالتالي تمثيل الارقام 16 bit المتاح عندنا من 3 تصفار ل 3 تسعات يبقى من 0 لغاية 999 سواء بالموجب او بالسالب وبالنسبة لل 32 bit من 0 لغاية 7 تسعات هي دي اللي موجود عندنا بالنسبة لباية كود دي اي تأثير اطلاقا على قيمة الثلاث خنات الاخرين الاشارة على الرغم ان هي بتحتل ال ديجيت او الديكيد الاخير بالكامل ولكن ليس له تداخل او تأثير على الثلاث خنات اللي على اليمين في ال 16 او ال 7 خنات اللي على اليمين في ال 32 bit هنكتفد ان شاء الله بهذا القدر ونكمل المرة الجاية مع بقية الانواع ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته